اهلا وسهلا بكم نحن الآن في محكمة يا هلن وحاكم فيها الداعي الإسلامي وطبعا إمام وخطيب مصد الشيخ زايد الشيخ وسيمي مصف أهلا وسهلا بك مرحبا محاكمة نعم جاهزين خليني أبدأ معك أول سؤال أبرز الاتهامات التي تتهم فيها هي الدخول في النوايا والخروج عن منهجك الأساسي وهو نقد الفكرة وليس نقد الأشخاص نعم ولكنك سقطت كيف ترد اليوم بداية لما ننتقد مسألة انتقاد الفكر والشخص أنا أنتقد فكر فكر معين وإذا جاء وانتقد شخص أنا ما عرفت فلان إلا بالدين فمن حقي أن أتكلم أقول هو أخطأ في مجال الدين أنا لم أخرج لقب والله فلان يا أنت يا كذا أنا أتكلم في دين أنت خطأت في مسألة الدين أنا ما عرفتك إلا في الدين وعندنا شيء في العامة الناس يقدسون رجال الدين ويجهلون الدين يقدسون رجال الدين وهم يجهلون الدين كيف تقدس ما تجهل؟ هذا الدين الله عز وجل ملام اليهود قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نحن الآن نمشي على طريقهم لما نأتي ونأخذ أن الداعية أو العالم والعياذ بله نضعه في منزلة أربابا من دون الله هنا أنت وضعت قدسية وضعت العصمة حصرت الدين به النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد اللهم أبرى إليك مما فعل خالد وقال يوسى ما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال ابن عمر أخطى أبو هريرة فالشاهد من الأمر أن هذا الأمر نتكلم عن شخص نتكلم عن ذات نتكلم عن فكر هذا من لدن محمد عليه الصلاة والسلام إلى الآن الاختلاف في الدين لكن الإعلام الآن أظهره على الساحة يعني سابقا كانوا يعادون مثلا الشيخ الشعراوي ومنع كثيرا من أن يعطي دروس تفسير في القرآن والشيخ الألباني رحم الله عودية لكن هذا الشاهد أن هذا ما ظهر ما كان عندنا إعلام لا نظهر شيخ وسيم خلني أنا براحة استعرض فيديو نعم خذ راح تخذ راح يعني اللي هو جهزوي الشاب اللي هو رقم اثنين فيه هجوم لثلاثة دعاء وبس للتاريخ أحدهم لدي أنا شخصيا خصومة معه ولكن اليوم عندما أتبنى وجهة نظر الدفاع اليوم في أهل رمضان تأكدوا أنا أتحدث هنا عن الشيخ محمد العريفي اليوم عندما أتحدث وربما أدافع اليوم ليس تقربا لا من الشيخ العريفي ولا من مريديه أبدا ولن أتقرب ولا أتزلف لحد أنا أتقرب وأنتصر لمهنيتي فقط هذا للتاريخ أسلاح يجي بكرة يقول علي غير ما غير أنا لا أغير نشوف المقطع يا شباب لماذا لا تنصح الشيخ محمد العريفي أو عوض القرن أو سلمان العود لماذا يا وسيم يوسف لماذا لا تنصحهم مباشرة أبعد يعني فساد الأمة أبعد تحريض الشباب إن صحتهم فهل اعتذروا فإن صحتهم مباشرة فهل سيعتذرون ويقول لا الشباب لا تذهبوا لابد من تبيان الحق فمثلا من حق أن تسأل محمد العريفي مثلا خرج على قناة الجزيرة مباشر فقال أنا رأيت القاعدة وجلست معهم على ما أحفظ على ما أحفظ وجلست معهم وقرأت كتبهم ورأيت أنهم لا يكفرون هذا هو الذي قاله ألم تخرج داعش من القاعدة سؤال نفرضه نتسأل نحن ألم تخرج داعش من القاعدة فكيف لا يكفرون إذن لما يخرج محمد العريفي يقول عن حاكم الكويت ليس له سلطة أو ليس بحاكم شرعي افهم الآن أنا أخاطب عقلك ربما تقول يا شيخ قديمة وعفى الله عن مسلف أعلم قديمة لكن اسمعني ألا ترى معي أنه يحمل نفس خارجي ألا ترى معي أن هذا نفس الخوارج إذن العريفي محمد العريفي فيه نفس الخوارج إني أرى الخلافة أو الخلافة آتية وإننا ننتظرها وإننا ننتظرها خطبها في شباب مصر العجيب أنه قال بنفس الخطبة أجمع العلماء على أن الجهاد واجب أجمع العلماء على أن الجهاد واجب سوريا خلافة جهاد واجب وأنا كشاب مصري أستمع للداعية المعصوم بنظري للداعية التي تتراقص له الآذان وتطرب له الآذان أيضا وتهتز له المنابر إذن أجلس الشيخ العريفي قال هذا الكلام إذن الحمد لله رب العالمين إذن سأذهب لسوريا طيب أنا اليوم وضعت موقفي مهنين لكن يعني لماذا هذا الهجوم على الشيخ محمد العريفي ألم تكن يوماً خلي بس أكمل شيئاً ألم تكن يوماً محباً لهذا الشيخ وما زلته محباً نعم اليوم الهجوم على الشيخ محمد العريفي هل هو من واقع قناعة داخلية أم تماشياً مع سياسة الدولة في محاربة الأخوان المسلمين أو كل تيار ديني حركي قد يؤثر على البلد ألا يرسخ ذلك بأنك جامي؟ نعم بداية مسألة أنا لا أعلم عن هذا الفيديو إلا الآن لكن بداية يعني أنا برأيي كشخصياً يعني أأبأ أن أكون في شهر رمضان تحريش بين الدعاء أنا أأبأ أترفع عن هذا وأسأل الله عز وجل له لهداية ترى محمد أو غيره من الدعاء بشر يعرض للخطأ والصواب كوسيم يوسف يعرض للخطأ والصواب ربما تبنى فكر وتراجع عن فكر كوسيم يوسف يتبنى فكر ويتراجع عن فكر لكن أحياناً لما نأتي التحذير خوفاً على دماء الشباب ودماء المسلمين فهذا حرص مني على الأمة الإسلامية أنا مع كل الدول العربية طالما لا تمنعني عن الصلاة أنا مع كل دولة ومع كل حاكم طالما لا يمنعني عن الصلاة هذا ديني بداية معاداتي لأي رجل ليس له علاقة بالسياسة أنا عديت التصوف عديت التصوف وذكرتم بالأسماء لماذا لا تبرز هذه الحلقات سؤال أنا تكلمت حلقة عن الصوفية عن القبوريين تكلمت حلقة عن داعش تكلمت حلقة عن الحجد الشعبي الذي يجري في العراق لماذا لا تبرز هذه الحلقات لماذا بالذات هذه الحلقات التي تبرز هي استعطاف الناس إنها شوف واسيم يوسف يعادي كذا شوف واسيم يوسف ماذا تكلم واسيم يوسف انتقد الجميع نعم سنأتي عليها لكن شيخ واسيم اليوم هذه الحلقة من أجل أن تبرر وتعبرونها ليس محمد العريف فقد ذكرت أيضا سلمان العودة وذكرت عوضة قارنة هذا فكر أنا أتكلم أنا لما أنتقد أتكلم عن فكر رموز الفكر وأتكلم عنه وأنا أقول في رمضان أسأل الله أن يهديهم ويشرح صدرهم أسأل الله أن يجمعني بهم في الجنة ترى ما يوجد عداوة شخصية الناس ما تفرق بين أن نتكلم بدين وبحق وبين عداء شخصي يا أخي الأخ الفاضل أو الإخوة الأفاضل الذين ذكرتهم في الفيديو أسأل الله لهم الجنة وأسأل الله عز وجل أن يهديهم ويهديني وأن يجمع بيننا في الدنيا والآخرة فرق أن أشخصني الدين وأسيس الدين لهواي وفرق أن أتكلم بالحق وأبعد الجنة هل تضع الثلاثة يعني أنت يوم من الأيام كنت متشددا طبعا ثم تغيرت طبعا لماذا تنكر مثلا على الشخص المان أن يتغير أنا قلت وسيم يوسف إقابة للتغير يعني لماذا تحاكمه بالماضي هل تضع الثلاثة في ميزان واحد أنا لا أحاكم أنا لا أحاكم أنا لما تكلمت عن هذه المراحل والتحذير من الشباب لأن في وقت ظهور فتوى الجهاد واجب في وقت تحريض الشباب في وقت كذا التراجع نريد التراجع أنا مستعد أن تأتي لي فيديو وأقول أنا آسف على هذا الفيديو ما عندي مشكلة لكن هل هم تأسفوا فرق بين أن تقول لي أنت تراجعت أنا ما يوجد لي أحرض على هدم الأوطان أو سفك الدماء ما يوجد لي ما يوجد لي أرقى المنبر وأحرض على ولي أمري ما عندي ترى إن وجد خطأ خطأ تشدد قلت مثلا يوم لأيوم فتوى كذا ثم تراجعت عنه وهذا ديدا الفكر المرن أنا أحارب الجمود لأني أنا مررت بمرحلة الجمود وعلى استعداد أنتقد نفسي ما عندي مشكلة هذا الدين رأيت أني كنت مخطئ وأعمى وأمشي في إرث الفتوى نحن الآن الجيل الموجود في الساحة يرث الفتوى ما عنده مجال للنقاش يعني مثلا يأتي يقول ما يجوز تحب النصراني لا تجد قوم يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله ما إذن ينقص إيمانه زين ودت زوج نصرانية أحبها و لأعيال من ويرلس هذا التفكير أو هذا الطرح غير تفكيري رأيت أن الإسلام تعايش أخرجوا المشركين من جزيرة العرب زين الذي قتل عمر ترى مجوسي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل النصارى فلماذا أنتم تفهمون الدين وأكثر حرص على الدين من رسول الله و الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم و رضي الله عنهم فهذا التغيير مدحا لمرونة العقل و ليس ذمّا المسألة الثانية جامي مصطلح جامي ترى الشيخ الجامي ما اختلف عن الشيخ بن باز في الفتاوى لكن هم يضعون التنابس بالألقاب حتى ينفروا العامة منه يعني لا تسمع له وسيم يوسف ليه ترى جامي ويش جامي ما يعرف فهم ترى الشيخ الجامي مدحه من الشيخ الفوزان مدحوه للعلم مدحوه للعلماء الأفاضل و لا يختلف عن فتاوى بن باز لكن وجدوا أن الناس ما تعرفه فلسقوا بإيه فلان جامي من أجل إسقاط لا لا هو تطور مفهوم الجامية يعني الشيخ الجامي مدحوه من باز و مدحوه الكثير ولكن تلاميذه بعد ذلك تغيروا و بعدين على فكرة ترى يعني مسألة الجامية تطورت مع الزمن صار فيه لبرو جامي حتى يعني أنا والله ما أعرف إذا فيه لبرو موجودين هذا اليوم تطلع شكله لا 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 هذا في فترة ما وموجود يعني له اسماء كبيرة موجودة في يا سيدي أنا حتى ضد النقد أنا ضد الشباب الصغار في السن الذين ينتقدون الدعاء حتى ضد المشايخ الذين فقط عرفوا لا لا نحن لما نتكلم نعم الشيخ و سيبي اليوم عن الجامية هو أنك يعني تمشي على خط الحاكم مهما كان نعم هل أنت كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرني لو رأيت من حاكمي شيء أنا أتبع السنة يعني لو رأيت من حاكمك نحاول نبسطها للناس بس يعني لو رأيت من حاكمك شيء قال صلى الله عليه وسلم قال فلا يبده علانية من أراد أن ننكر على هذه السلطان فلا يبده علانية و لي أخذ بيده هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرني أمرني صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصح الحاكم سرا لا علانية هذا الذي أمرني به محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا أني متخاذل عن دين ترى سنة العلماء من قبل نصح الحاكم وعدم الخروج على الحاكم وإن ظلم وتعدى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا نجادلهم بالسيوف قال لا ما أقام الصلاة هذا العهد الذي بيننا وبينهم بل الإمام أحمد لما سجن قال هل نخرج عليه قال اتقوا الله في دماء المسلمين ابن سرين لما سجنه الحاكم قال له الحاجب قال أخرجك تذهب لعيالك في الليل قال والله لا أعينك على خيانة السلطان وهو ساجنه فهم عندهم يرون أن نقضي الحاكم علانية بطولة وأن هذا الدين هذا ليس الدين طيب اليوم الشيخ وسيم هل أنت سلثيا هل أنت يعني تنويري صوفيا أشعريا احنا أمة الإسلام ترى ألقابنا كثيرة ما تصنيفك يا وسيم شوف مصطلح كلمة سلفي شوهت من بعض الناس تسألني يا وسيم يوسف ما منهجك أقول أنا على منهج السلف الصالح ما فهمه السلف الصالح هذا منهج وسيم وأسيم يوسف ما فهمه السلف الصالح يفهم لا يخرج عن أطر محمد صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة الأولى وأيضا لو جاءتني فتوى من سابق العهد تخالف أو تخالف مثلا قابلة للنقد ما عندي مشكلة أن ننتقد الفتوى إذا قابلة ترى الاجتهاد الاجتهاد ينقض اسمطات هذه السلف الصالح كل الشعب العالم العربي حتى أبشرك حتى هذا يقول لك أنا من السلف الصالح لا ماذا نعني بالسلف الصالح سلفك الصالح من هم أنت؟ محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مرحبون والتأبير لا أريد أن أصل أي مدرسة أنت مي أي منهج أنت مي أي من هم مشايخك درس أنا متأثر جدا بالشيخ الألباني رحمه الله أنت هذا الذي تريد أن تصل إليه والشيخ بن عثمين كان عجبني بساطة أسلوب الشيخ بن عثمين والشيخ بن باز رحمة الله عليه وأحب الشعراوي أعشق الشيخ الشعراوي أسمع له كل حتى من كثر ما سمعت للشيخ الشعراوي بس فيه فيه أنت ذكرت الشيخ بن عثمين رحمه الله أنت متهم بالتدليس على الشيخ العثمين كيف هذا؟ فيما يتعلق بعندما كان يتحدث عن المفجرين في المملكة أنت استخدمت هذا الحديث لأنه يتحدث على الأخوان أي يعني عندما كان يتحدث عن التفجير في بداية في 96 و 2001 و 2003 كان يتحدث بقسوة عن من مفجر أنت استخدمت هذا الحديث أين استخدمته؟ في أحد برامجك أنه كان يستخدم هذا الحديث موجه للأخوان هم أخذوا عليه خلني أكمل الفكرة بس موجود الفيديو أنا شفته بس مدري إذا حاضر أعطونا أنا أول مرة أسمع هذا الكلام لكن تفضل نحضر لك الفكرة والشي الفكرة أنه الناس أخذوا حجة عليك أنه هذا الحديث صحيح قاله الشيخ بالعثمين ولكن لم يكن يقصد فيه الأخوان هو يقصد فيه ربما القاعدة ذلك الوقت أنت أخذت الحديث إعجابا فيه وقلت ترى القاعدة ما تختلف عن الإخوان أي وانت وصفت أنه وما اتجه للأخوان فالنس أخذوا عليك لماذا تلوي عنق النص لا لا القاعدة والإخوان والتكفيريين وداعش مسار واحد الإخوان المسلمين المنهج الحركي السرورية المنهج التحريضي القاعدة النتائج داعش الحصيلة هذه منهج واحد فأنا لما أنتقد القاعدة الدمويين كأني أنتقد الإخوان وداعش فما يختلفوا ولكن أنا ما أذكر هذا الفيديو ولو ذكر هذا الفيديو ما عندي مشكلة أن أتراجع خطوة وراقل نعم أخطأت لكن ما أذكر طيب أنت أيضا مع وصف الشيعة بالرافضة لا طيب خلنا شوف أنا أعرف شو الفيديو شوف الفيديو اللي هو رقم أربعة شباب أريد أن أسأل الآن الرافضة الله من هو عندهم من هو الله عند الرافضة استمع لهذا الفيديو هذا علي أبي ظالم يقول الشاعر لو أن المرتضى أبدى محله لو أن المرتضى أبدى محله لكان الناس ضرًا سجدًا له كفى في فضل مولانا علي وقوع الشك فيه أنه الله ومات الشافعي وليس يدري علي ربه أم ربه الله هذا يجب أن نقف عنده أصابتني قشعريرة أصابتني قشعريرة أن علي هو الله والعياذ ولا علمتم هذه الأفكار هذه الأفكار النتنة التي في عقول الرافضة أين أوصلتهم علمتم أن له علي رضي الله تعالى عنه والله الذي كنا نخشاه في أول الحلقة هذا نتاجه أن علي هو الله يعني تتفاجأ إذن هم أين تعظيم رب العباد في قلوب الرافضة هذا السؤال أسألك بالله حكم نفسك وعقلك حتى لو كان رافضي يسمعني أين تعظيم رب العباد الآن هكذا تكلموا عن الله أن العبد على كل شيء قدير ونستعين به والسماوات والأرض ويدي فاطمة إذن لم يجعل الله شيئا تعليقك شيك خمس مرات قلت رافضة الفيديو يجاوب نفسه ترى يعني نحن أنا كوسيم لا أكفر إلا من يكفر نفسه هو يقول أنا عليه والله هو يكفر نفسه وضع نفسه في خانة التكفير فأنا ما كفرته رجل يقول لك فلان هو الله ثم يجب أن نفرق بين الصفوي والشيعي أنا جاري الشيعي السلام عليكم وعليكم السلام بيني وبينه احترام التبادل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يهودي جار هل اليهودي أقرب لنا من الشيعة؟ هذا السؤال هل النصراني أقرب لنا من الشيعة؟ فرق بين أن نواجه نقول لا هؤلاء يجب أن نقتلهم هؤلاء يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لشانه أمرني أن أحمل السلاح على من يوافقني فكرا ومنهجا وعقيدة إن اعتد علي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهي مؤمنة على نفس المنهج فهل أنا يعني الشيعي ما حمل علي السلاح؟ أخي وصديقي وجاري رغم أنفي حمل علي السلاح الإبن ملتي سني سلفي حمل سأعاديه وأقاتله لأنه حمل علي السلاح وظلمني وبغى هذا الخلط بين الناس هذه المصيبة فهذا المقطع الفيديو لاستدلال به أنا أتيت بمقطع من ألسنتهم فتكلموا ما يعني يجب أن نفرق بين صفوي وشيعي كما نحن الآن نفرق بين داعشي وسني يعني الآن هل ترى أي إنسان للعالم لا يفرق يقبل أن أنا أنتسب أو الإسلام ينتسب لداعش لا وهناك شيعة داعش في وجهة النظر ينتبه للإسلام هو صنيعة بعض التيارات أعلم لكن هل أنت كمسلم وسطي ترضى داعش تنتسب للإسلام أو للسنة كذلك عندنا شيعة يقولك ترى هذا الصفوي لا يمثلنا وما لنا علاقة به حنا مسالمين وعايشين إخوان وعلى فكرة حنا ما عرفنا هذه التسميات وهذا التحريض إلا حديث عهد وإلا كان سابقا جارك شيعي وهذا مسلم وهذا نصراني كان نبي صلى الله عليه وسلم مدينة الفاضلة وعلى اختلاف الأديان والمشارب فهذا رأيي والله أعلم طبعا نعم طيب في أيضا موضوع الغناء وأنت استشهدت بمقال الكاتب علي المسعودي نصه تحديدا من قال أن الغناء حرام نعم وأثنيت على المقال محتوى المقال دون ذكر الكاتب ذاك الوقت محتوى المقال أن الغناء حرام وإلا لم نطفع لم نطفع الأغاني عند الأذان والصيام وغيره هذا رأيي الكاتب أي أنت ما هو رأيك أنا نقلت أنا عادة لما يعجبني مقال أقرأه على الهوى يعني مثلا يعجبني مقال للطنطاوي أقرأه على الهوى نعم يعجبني مقال لكاتب صحفي أقرأه على الهوى ترى أنا ليس معنى أني داعية محصور بفكر إسلامي أنا أحب أن أقرأ المقالات الصحف اليومي هذا شغفي كل يوم صباحا فأنا عجبني المقال فقرأته على ما سمع الناس لأنه عجبني قابل لأن نقتره ما قال قرآنا وما تكلم بقرآن طيب أنت مع التحليل أم لا مع التحليل بداية يجب أن نفرق لو جئنا أن أعلم هذا الكلام لن يعجب الناس بداية مسألة الغناء ما هو عندنا معازف وعندنا غنى النبي صلى الله عليه وسلم وقع التحريم على المعازف ليستحلن أقوام من أمة المعازف والخمر قال معازف والخمر والزنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة جماعهن في موطن واحد يعني كأن هذه الأمور اجتمعت في مكان واحد المعازف وأرجم المستمعين يركزوا معي المعازف والخمر والزنا مكان واحد جماعهم صلى الله عليه وسلم فقال معازف المعازف هي الأدوات أدوات الطبلة النايل هذه المزمار أدوات حرمها صلى الله عليه وسلم الغناء بغير أدوات الصوت ترى صوت الشلال غناء صوت العصفور غناء لكن هو جاء التحريم على المعازف هذه مسألة المسألة الثانية فرق بين لما تقول حرام وفرق لما تقول مكروه فرق لما تقول يأثم سامعه وفرق لما تقول يأثم من يستمع له يعني أنا الآن لو في برنامج وخلفي موسيقى أنا ما طلبت موسيقى قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني هو طلب لكن لو أنا في مولف سوق ووضع موسيقى أنا أش ذنبي فمسألة التحريم حتى الأخبار لما اسمع أخبار يوجد فاصل موسيقي فالأمة تأثم كان يجلس للأمة أنا على الملك الذي أأثم من خلق الله فأنا برأيي أن المعازف هي التي حرمت أما أنجش الصحابي كان يعني يحدو التي ما يسمى في عصرنا غناء كان يحدو ويتكلم بصوته نساء الأنصار كان يمسكنا الدف ويضربنه وقال صلى الله عليه وسلم أن لكل أمة عيد صلى الله عليه وسلم فجاء التحريم في بعض أدوات المعازف التي حرمت أما ما يصدر من الرجال كالحادي النساء بين بعضهن البعض فهذا لا بأس به لكن أنا أتبنى تحريم الموسيقى أتبنى يعني مع أنك محب للشيخ المغامسي هو حلل هذا أصلا دليل الإنصاف المغامسي أنا ليس فقط شيخ بل صديق يعني ولما يأتي إلى دبي أزوره وهو يزورني هو صديق المغامسي يعتبره صديق وأخ لي ومع هذا عادي جدا أخالفه في بعض الفتاوى ما عندي مشكلة ترى هذا دين وهذا الخلاف يعطي رونك للحياة أنت تخالفه بحب لكن العادل الكلباني لا تخالفه بحب أخالفه بحب عادل الكلباني يا أخي بينكم ما صنع الحداد هذا صراع أخوي ترى هذان خصمان اختصموا في ربهم أنا ما اختصمت في ربي معهم نشوف الفيديو عندنا البرنامج نتابع عندما تخصمت أخيرا مع شيخ وسيم يوسف قلت وأنت ارتقيت بالتجنيس نعم حتى لو كان هو بدأ بشيء ألا يعتبر هذا يعني عنصرية وواضحة منك وأنت تنهى عنها أنا لم أقصد ذمه بالجنسية لكن هو نال شهرته ونال مكانته بهذا لو لم يجنس ما أحد كان يدري عنه يعني هو ولم يلتفت إليه أحد بس لماذا لم يكن نقاشكم على فكرة ليش ذهبت إلى موضوع التجنيس وغيرها هو كان جواب جواب لكلامه أظن ذكره قال إنك ارتفعت بالحرم أو أو أنت ارتفعت بالتجنيس ولا شك كان ارتفعت بالحرم وهذا فخر يعني ليس عيباً أعاب به كلمت مع بعض بعدها لا لم يكن بيننا كلام أبداً ندمت على أنك تكلمت عن موضوع التجنيس لا لم أندم لست نادم لست نادم ماذا تقول له اليوم أقول له دع عنك دع عنك هذه يعني هذه التوجهات التي لا تسمر لا تغنم من جوع بل يقول الله سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن يعني التعرض للدعاة ولمزهم وعدوتهم أنا قد أقبل أن يكون بينك وبين شخص أو أشخاص عداوة ونوع من العدم الارتياح أو الخلاف أو حتى الخصام والجفاء هذا ممقبول لكن يكون بينك وبين الجميع كل أصحاب كذا هذا يصير فيها الخلل فيك فضل تعليقك كرال كلباني حبيبي لكن أنا ما كتبت ارتقيت بالحرم ما كتبت هذه التغريدة رقي بالحرم شرف لكن أنا ما أذكر أني كتبت ارتقيت بالحرم الله أعلم أقول شهيد وإن كتبت هذه وثبتت ربما قلت بعد الحرم ضيعت البوصلة هذا الذي كتبت وقلت بعد اعتزالك عن الحرم الضار ضيعت البوصلة وأعتذر أنا آسف أعتذر من الشيخ الكلباني على هذه التغريدة ربما وقت غضب شيطان نزغ بيني وبينه فهو كتب لي فأنا غضبت وكنت وقته في لندن فكتبت له الضار أنت بعد عزلك عن الحرم ضيعت البوصلة وأعتذر وأستغفر الله على هذا ولو رأيت ولقبلت رأسه يعني هذا و أيضا مسامحه بما قال أنت ارتقيت أيضا طبعا مسامح الشيخ الكلباني صلى الله عليه الجنة ما عندي مشكلة ترى كتب عني ارتقيت بالتجنيس فأنا رددت عليه بل ارتقيت بديني و علمي و كذا هذا الذي كان ردي طبعا هم حذفوا هذه و جاءوا بأخرى ألسقوها لكن هو أخي و أنا هو فعفو والله العظيم لا أطالبه بشيء يوم القيامة حتى لو شتمني فمسألة أن تعتذر لا نعم أعتذر أنا قلت ضيّع البوصلة وأستغفر الله وأعتذر له على الهواء مباشرة و أنا في النهاية إنسان يعتريني الغضب يعتريني أحيانا أخرج عن طوري ترى أنا لست ملاك يعني إذا نظرت لي بعيني الملاك أنت الخسران و نظرت لي بعيني الشيطان أنت الخسران أنظر لي بعيني بشر بشري أغضب وأرضى فأنا أقول أعتذر على الهواء طيب يعني هذه روح كبيرة و كذا الشيخ الكلباني يسمعنا و إلا ما يكن يسمعنا نوصل للموضوع و إن كان يعني مشغول بالروح للمسجد الشيخ زايد هناك يعني أحيانا غضب على بعض التصرفات و غيرة على هذا المسجد و أيضا غيرة على معايير و تعاليم إسلامي هناك من غضب و احتج على زيارة يعني تذرس يعني لمسجد الشيخ زايد بالصليب و الدخول هناك من يرى أن أنها مخالفة و ما زود يعني طيم بله زيارة الفنانة الأمريكية رهانة و تجولها الداخل هناك يعني موضوع التذرس يعني القبطي طبعا الكنيسة القبطية المصرية هو زعيمه و هو البابا هناك في مصر هناك ينظر في خلاف يعني ينظر نعم مخالفة بعضهم ينظر نبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد المصارى خلي من هذا أمرها بسيط ولكن موضوع رهانة هذه أنا سأقول قصتها هناك غضب كبير لا 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 يعتبرون تدنيس المسجد هذا ما تصل للتدنيس هذا أنا نقول لك الأسئلة هذا تشوف مسجد الشيخ زايد أو جامع الشيخ زايد معادة من قبل الأحزاب الإسلامية و خصوصا أنه الآن بدأ ينتقل لمرحلة أكبر من تأسيس جامعة أو كلية و نشر الوسطية و الاعتدال حول العالم و استضافة العلماء و كذا و سيموسو خطيب جامع الشيخ زايد و جامع فيوجد عداوة تحويق محاولة تشويه هذه لما جاءت طردت أنا أقول لك و منعت من التصوير و أتت بالمصور الخاص الذي لها فجاءت إدارة الجامعة و قالت لو سمحته ما يجوز فدخلت من البوابة الأخرى ليست الرئيسية الفرعية و جلست على زوايا المسجد التستر بين الأعمدة و بدأت تصور هذه القصة الحقيقية خذها مني صافية هذه القصة الحقيقية هي تسلسلت وتسللت و فعلت هذا من غير موافقة إدارة الجامعة ثم أنا و إ Buch ذنبي إذا دخل واحد و صور نفسه لكن شرعيين هل هناك مشكلة شرعية إذا صورت و هي لابسة لابسة و إلا غير لابسة ترى هذا جامع امرأة دخلت صورت نفسها و في ساحة المسجد و صورت نفسها سواء لابسة أو غير لابسة الجامع الشيخ زايد عنده عباءة يلزمها بلبس العباءة فأنا هل أنا وكيل عن الناس لا اكشفي وتصور أنا وجه ذنبي في النهاية فإذا كان تسرب من بعض الناس وفعل بعض الناس ما أسقط مسجد يعني لو جاء يا أخي أعرابي بال في المسجد تصور لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاميرا انظروا لأعرابي يقول في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم محاولة كيف ترضون كيف أعرابي تصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تصرف فردي ما كان فيه تنسيب تصرف فردي فعندنا في الجامع هذا تصرف بعض الناس بعض النساء بعض الأشخاص يصور عندي سؤالين أخيرا لأن عندنا الهاشتاغ منتظرينك الشعب خلني بس لك لم يعهد الناس منذ أن ظهر نجم شيخ وسيم يوسف أن يكون سالسيفه على الأخوان المسلمين لكن مع تداخل السياسة في الموضوع بديت تنتقد الأخوان هل هذه قناعة من الشيخ وسيم أم أنها اتساقا مع سياسة البلد الذي تنتمي له دولة الأمارات العربية المتحدة أنا انتقدت أول رجل انتقد الإخوان سنة 2012 في الخطبة المشهورة أصبح ابناء ضحية لدعاة الفتنة قبل الحرب على الإخوان وقبل حظر حزب الإخوان وقال أنا أول رجل انتقدت الإخوان في وما فعلوا في مسألة تجنيد الشباب في خطبة مشهورة أصبح ابناء ضحية لدعاة الفتنة فهي ليست تبيان حق على فكرة لكن هم يعني نسأل الله الهداية للجميع ترى هم هدايتهم مصلحة لنا يعني أنا أتمنى أن أرجع سابقا تذهب لمصر أمان تذهب لليبي أمان تذهب للشم أتمنى أن ترجع هذه الأيام طيب فهم يعني لما ننتقد ليس والله ها يوافق الدولة لا ها أنتم خرقين يستغلون الدين ترى الله أعلم ترى ياخد دنيا رمضانا نعم لا لا حفظ الله الإمارات يعني الحمد لله توجه الفكري معروف عند الناس ولكن في الفترة الماضية ولكن يعني أعتقد الإمارات رزقها الله بحكام يملكون حصافة كبيرة صار كل واحد أحيانا في الوطن العربي يمكن ما له ما هو ضد الأخوان ولا ما يدريش الأخوان أصبح عندما يريد التقرب الإمارات ينقض على الأخوان فصارت موضع في الفترة الأخيرة فهذا لا يمكن يكون أحيانا شدوا خطرة منهم عموما بقي سؤال أخير فيما يتعلق بالتفسير الرؤى أنت بشرت من عام 2011 من البشار سيموت للحين ما مات الرجاء أنا قلت في رمضان صدقت رؤيا بس ما حددت السنة و قلت ربما رمضان هذا أو العام الذي يليه ما حددت السنة في عام 2011 قلت قلت يعني مفروض يا أنه 2012 أو 2013 قلت أنا فكرة ترى معبر يصيب و يخطي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي و صاحب النبي صلى الله عليه وسلم و أجر معه و الله عز وجل سماه الصديق و النبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق و ما هذا قال له عليه الصلاة و السلام أصبت و أخطأت أصبت ببعض التأويل و أخطأت بالآخر و هو محمد و هو أبو بكر فإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخطأ في تعبير الرواه تأتي له وسيم يوسف ما يخطئ ثم أنا ما حددت السنة و ليس من ديدني تحديد السنة أو دخول كرة القدم يعني مثلا يقول والله فريق النصر يفوز و فريق الهلاء ها مستحيل أدخل في هذه الأمور مستحيل أنا كرة قدم في النهاية فهذا جوابي طيب عموما نحن بعد الفاصل شيخ راح نستقبل أسئلة الناس على الهاشتاغ اللي صار ترند المملكة العربية السعودية تحديدا عندنا ثنين هاشتاغات أو ثنين هاشتاغ اللي هو الأول ياهل رمضان الثاني و اللي في تفاعل عليه كثير اللي هو وسيم وسيم يوسف في ياهل رمضان وسيم هاشتاغ وسيم يوسف في ياهل رمضان بعد الفاصل شكرا